وزارة العمل أطلقت البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة واللي هيكون هدفها تقديم كل خدمات الوزارة للعمالة غير المنتظمة إلكترونيا بكل جوانبها المالية الفنية أيضا قواعد البيانات وضوء مهم جدا جمالة حليعرف تفاصيل ومعلومات أكتر وشرح وافي عن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة بنرحم معنا في استوديو صباح الخير يا مصر بيل أستاذة الشيماء عبد الله مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل من ورانا ومشرفنا أهلا بحضرتك يعني بداية إحنا موضوعنا تكلمنا فيه أكتر من المرة لكن حابين نعرف السيدة المشاهدين بتعريف كده مبسط إيه هو المقصود بالعمالة غير المنتظمة؟ العمالة غير المنتظمة هي كل الأعمال اللي بطبيعتها لا تتطلب الاستمرار بمعنى أنه عمل بيؤدى في فترة زمنية محددة وبينتهي بمجرد انتهاء العمل ده سواء خد العمل بقى ساعة ياخد يوم ياخد أسبوع هو بطبيعته مش محتاج أنه أنا أعمله كل يوم يعني حضرتك لما بيجيب مثلا حد يعملك نجارة في الشقة مش هيجيلك كل يوم يعمل نفس العمل هو بينتهي بالعملية اللي حضرك بتدهاله وبس كده انتهى العمل كده انتهى بمجرد انه خلص مفيش استمرارية بالزبط كده مفيش استمرارية في أداءه مش بيؤدى هو هو نفس العمل يوميا تمام؟ طبعا احنا بالتعريف ده هتلاقي يندرج تحته قطعات كتير جدا هتلاقي قطاع المأولاد كله يعني نسبة 99% من قطاع المأولاد عملة غير منتظمة لانه بينطبق عليه ده النجار الحداد السباك عامل البنى كل الأعمال دي بطبيعتها مش كل يوم بتتعامل هي هي في نفس المكان هتلاقي عمال الزراعة نفس القصة العمالة الموسمية كلها نفس الموضوع عمال المنجم والمحاجر الصيد عمال البحر كل ده بيندرج تحت طائفة العمالة غير منتظمة طبعا الوزارة تعاملت مع ملف العمالة غير منتظمة ده بمنظومة متكاملة وده مش من النهار ده ولا نبارح ده من 2003 ونحن بنتعامل مع منظومة العمالة غير منتظمة المنظومة عبارة عن حسابات مفتوحة في كل المدريات في 27 مدرية في حساب لرعاية وحماية العمالة غير منتظمة بيتم من خلاله الصرف على أوجه الرعاية اللي أنا بأديها للعمال دول وطبعا هو الظاهر والواضح أن خلال العشر سنين اللي فاتوا كان ظاهر جدا الاهتمام بملف العمالة غير منتظمة والصرف الكتير اللي كان على الخدمات والرعايات المقدمة ليهم وخاصة في الظروف الاستثنائية كمان يعني مش بس الظروف العادية لا ده في الظروف الاستثنائية متأكل منحة الكورونا كانت مسماعة بشكل كبير يعني الحقيقة يمكن محتاجين نعرف عنه أكتر والحقيقة أن الدولة المصرية بالفعل قولت اهتمام كبير جدا بهذه الفئة فئة العمالة غير منتظمة وبانت جدا جدا وقت جائحة كورونا بالفعل حضرتك بتقولي أنه بالفعل في حسابات مفتوحة في كل المحافظات لا الصرف أو لتأدية خدمات متكملة لهذه الفئة صحيح عايزة عرف من حضرتك أنواع الخدمات المقدمة خلينا نتكلم على اللي حاصل دلوقتي على أرض الواقع إيه أنواع الخدمات اللي بتقدم لهذه الفئة وما إنها فئة زي ما نتكلم عن فئة عمالة غير منتظمة يعني توقيتات الشغل وموعيد الشغل ودورة العمل نفسها مش واضحة إزاي هذه الفئة بتقدر تسجل أو تتقدم أو بتقدروا على أي أساس تقدموا قاعدة البيانات دي اللي تختموا من خلالها زي ما قلت لحضرتك كده هو في حساب مفتوح في كل مدرية ده اللي بيتم فيه إدعى النسب عن طريق المقاولين أو أصحاب الأعمال اللي ليهم عمليات في المحافظات دي بيتقدر له النسبة وبيدفعها في الحساب ده وبيسجل عماله عمال المشروع في المدرية اللي فيها انتقل أعمال ده طريق التسجيل للعمال العمال عندي بتتسجل بطريقتين المقاول أو صاحب العمل بيسجل العمال اللي شغالين معايا على العملية اللي هو بيسدد عليها وبالتالي بيخش عندي في قاعدة البيانات وبيحظى بكامل الرعاية الاجتماعية والصحية والحماية اللي أنا بقدمها له فيه طريقة تانية برضو للتسجيل نفترض أن المقاول مش هيسجل عماله وحاسبهم أنا لا مفتش التفتيش بينزل موقع العمل وبيجيب العمالة دي من خلال الحصر من موقع العمل وخصوصا في المشاريع القومية لأنه بيبقى فيها نسبة عمالة كبيرة جدا فدي طريقة التسجيل ومجرد ما العامل بيتسجل عندي وبيخش قاعدة البيانات بيحظى بكل الرعاية اللي أنا بقدمها طيب الرعاية اللي أنا بقدمها هي إيه؟ زي ما قلنا مثلا في الظروف العادية أنا بدي منح وبيدي رعاية اللي هي المنح الدورية اللي أنا بقدمها في المناسبات 500 جنيه للعامل في الأعياد في عيد فطر عيد أطحى المولد النبوي عيد العمال دي أنا بقدم بدي بيها منح دورية ده بشكل دوري كل عيد بيتصرف في المنح دي لكل العمالة المسجلة منح خاصة يعني العامل نفسه حصل عنده مناسبة خاصة زواج مثلا مولود وفاة أقارب من الدرجة الأولى العامل مثلا حصله عملية يعني حصله إصابة طر يعمل عملية جراحية تبو أنت تعرفوا ده إزاي فندم؟ بيتقدم يا فندم بالمستندات أو الشركة بتتقدم بالمستندات الخاصة بالعامل يعني لو زواج مثلا بيجيب لي أسيمة الزواج بتاعته وطالما هو مدرج عندي في قاعدة البيانات بصرف له الموضوعش مختصر بس أسامة الشماء على الملح يعني برضو بيشمل مظلة نقدر نقول كده مظلة تأمينية اجتماعية بزبط كده تقديم رعاية صحية ده مشروع عال جدا منصة كده يعني تحتها حيندر كل العمال اللي موجودين في قطاعات كبيرة جدا غير منتظمة ليه تحديدا اخترتوا محافظة الإسكندرية عشان تكون هي نقطة الانطلاق لدي المنصة هو بس أنا علشان أكمل بس موضوع الرعيات دي هو برضو زي ما احنا قلنا كده زي ما حضرتك تفضلت وقلت هي مش بس رعاية اجتماعية لا ده في رعاية صحية كمان يعني في مستشفيات وفي صيدليات وفي معامل وزي ما قلت حضرتك تفضلت كده أن في حماية بالفعل هو في حماية في حماية عن طريق مفاتشين السلام والصحة المهنية بتوعية اللي بينزلوا الموقع وبيأمنوا فعلا العمال دي وفيه كمان بوليس التأمين لو العامل ده حصلوا حاجة في موقع العمل لا هو مؤمن مؤمن ضد إصابات العمل سواء لا قدر الله وفاء أو إصابة سواء عجز كل أو جزء هو مؤمن بـ 200 ألف جنيه في الحالات دي يعني وطبعا زي ما قلنا في الحالات الاستثنائية كمان اللي هي أساسا مش مدرجة في اللايحة لا برضو بنصرف يعني في منحة الكورونا مثلا التوجيهات اللي رأسي من فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي إن إحنا نصرف بشكل استثنائي ستة شهور للعمالة دي علشان يقدروا يواجهوا جائحة الكورونا بالفعل تم الصرف والوزارة تحملت تقريبا مليار وربعمائة مليون في جائحة الكورونا دي تمام دي المنظومة اللي إحنا شغالين بيها وحاليا طبعا يعني قبل ما ننتقل للمنصة في تطوير للمنظومة دي يعني إحنا شغالين بالمنظومة دي من 2003 لكن طبعا التطوير اللي هو من ضمنه المنصة ده طبعا الفترة الأخيرة منذ تولي الوزير مستوى المعالي الوزير حسن شحاتة هو كان توجيهاته إن إحنا نطور بقى منظومة العمالة دي يعني المنظومة شغالة أوكي عايزين نضيف لها نوسع قاعدة البيانات نوسع الخدمات المقدمة نحسن جودتها اشتغلنا على أكتر من محور يعني المحور الأولاني مثلا إنشاء الوحدة التنفيذية مثلا لحسابات العمالة ليه علشان زي ما قلنا إحنا عامين حساب في كل مدرية بس ما كانش فيه حساب مركزي في الوزارة لا اتنشأ حساب مركزي في الوزارة علشان أقدر أرائب على السبع وعشرين حساب علشان أقدر أسهل الخدمة كانت الخدمة الأول بتقدم من المدرية لا دلوقتي المدرية بتبعتها لي أنا في الوزارة تتراجع وتترائب وتتقدم عن طريق الوزارة من خلال الحساب المركزي علشان أعمل رقابة على السبع وعشرين مدرية وعلى الفلوس اللي بتتصرف على الخدمات دي دي حاجة الحاجة التانية البند اللي استحدث اللي هو اللي أنا بقوله لحضرتك ده استحدث البند الخاص بمواجهة الحوادث اللي هما المتين ألف جنيه لأي حادث سواء العامل ده مسجل أو غير مسجل كمان بند الحوادث ده بند مستثنى لأي ظرف طارق تمام؟ آخر حاجة بقى اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي المنصة المنصة دي من الحاجات اللي احنا اللي قامت بيها وزارة العمل عايز أقول لحضرات بمجهود ذاتي يعني المنصة دي انشأت عن طريق مركز معلومات الوزارة ما استعناش فيها في أي شركة من بره ولا أي حاجة الأسد زميلنا اللي في مركز المعلومات طبعا معالي الوزير علشان التوجيهات إن احنا نتماشع مع ملف التحول الرقمي التوجيهات الرئيسية إن احنا كل خدمات الوزارة لازم تخش ضمن التحول الرقمي للتسهيل والإجراءات والسهولة فخدنا توجيهات بإنشاء المنصة الإلكترونية دي عشان أقول لحضراتك أهمية المنصة الإلكترونية دي إيه؟ لازم أقول لحضراتك الوضع الحالي إيه؟ الناس بتعمل إيه؟ حاليا المقاول أو صاحب العمل لو عنده عملية في محافظة ما؟ لازم ياخد الأوراق بتاعته وياخد الأوراق الخاصة بعماله ويروح المحافظة دي يفتح فيها العملية أو المشروع طبعا لو هو في القاهرة العملية في أسوان هو حيسافر لأسوان دي مشقة جهد تعب مصاريف زيادة لأنه ممكن ما يخلصش عملية في نفس اليوم ممكن يرجع ويروح يوم تاني يعني يتم التسجيل على المنصة بيوفر جهد ووقت بيوفر دي كان من أهم أهداف المنصة إن أنا أوفر جهد أوفر وقت فلوس زيادة بتتدفع كمان يبقى فيه دقة في البيانات المسجلة إن أنا أنا كنت باخد منه داتا ورقي تمام بتتراجع آه بتتراجع بس مع الزحمة والتكدس قد ما يبقاش فيه دقة في المراجعات فطبعا دلوقتي المنصة دي أتاحت كل ده صاحب العمل حيرفع حيرفع شغله كله من بيته من مكتبه من عربيته ما فيش مشكلة خالص حيرفع كل داتا بتاعته مستدادة العملية بتاعته عماله هيرفع ملف العمال بتاعه من مكانه مش هيتطر أبدا أن هو يسافر المكان اللي فيه العملية ولا يتكبت جهد ولا أعباء مالية إضافية وكمان حفصل مقدم الخدمة عن مطلق الخدمة ده برضو إحكاما للرقابة طيب أستاذ الشمياء برضو فيه نقطة مهمة يمكننا خلينا نوضحها للسادة المشاهدين فضل هذيك بتقولي أنه تسجيل العمالة أو العمال بيتم من خلال المقاول ده في حالة أنه هم بيعملوا في مشروع كبير على سبيل المثال لكن في عمال لا مش موجودين تبقى مقاول أو بتبقى زي ما بنتكلم منها عمالة غير منتظمة بتبقى يعني باليوم حسب اليوم بقى في إيه إلا لو هو داخل مشروع كبير أو يعني ربنا رزقوا بشغل من هذا النوع يعني لكن في ناس في عمال حتى احنا بنشوفهم في الشارع بيبقوا قاعدين مستنين حسب لو فيه شغل هنا اللي بيعمل أصالح نفسه أصلي بالظبط كده مش فكرة صالح نفسه ما فيش مقاول طلبه هو لازم ينزل كل يوم على باب والله زي ما بيقوله كده يستنى شغله ده إزاي يقدر يستفيد من المنصة أو من المبادرة دي بص حبيبتي هو حاليا حتى اللي بيشتغله صالح مقاول أو لصالح شركة هو برضو عامل غير منتظم بيشتغل باليومية برضو على فكرة هو ممكن بيبقى شغال في الشركة بس بيشتغل أسبوع ويمشي يقدر هو يرفق أوراقه لحضراتكم ويقدر يتسجل هو التسجيل إن العامل يسجل نفسه دي حاليا مش متاح مش متاح إن العامل حاليا يسجل نفسه دي محتاجة تعديل في اللوايح اللي أنا أشغال بيها وحاليا كمان في إن شاء الصندوق الخاص بالعمالة حيبقى فيه هيوتاح ده بس هيوتاح ده الفترة اللي جاي إن شاء الله يعني مستقبلا هيوتاح إن العامل يسجل نفسه هتنزل الضوابط الخاصة بتسجيل العامل نفسه لكن حاليا غير متاح ودي برضو كويس إن حضراتك فتحتي الموضوع ده لإن الحقيقة يعني عمليات النصب كتير جدا في الجزئية دي كتير جدا إحنا بيجينا رسائل كتير جدا بتيجي للعمال على الموبايلات سجل نفسك علشان تكسب ألفين جنيه منحة أو مثلا الصيبرات تعالى سجل نفسك ويدفع كذا علشان أسجلك في العمالة غير ممتظمة وتستفيد بالمنح كلام ده مش صحيح كلام ده مش صحيح كلام ده مهمة هتكون ضحتي على الهواء بشكل رسمي أي عامل غير منتظم ماقدرش يسجل نفسه فيه حاليا بالزبط حاليا غير متاح دراسة كده بالزبط كده المقاول أو صاحب المشروع هو اللي بيسجل عدد العمال حاليا التسجيل عن طريق المقاول أو صاحب العمل أو مفتش العمل بخلاف ذلك أي حد يقول لعامل تعالى وأنا حسجلك أو حفعك على المنصة ده نصب ما فيش الكلام ده طيب وزارة العمل ليها دور مهم جدا كمان في فكرة لما يحصل أي نزاع في العمل ما بين العامل ورب العمل أو صاحب العمل صاحب المشروع يعني هل المنصة فيها بوابة أو فيها قسم أو جزئية بتتعامل مع النزاعات اللي ممكن تنشأ ما بين العمال وأصحاب العمل أو أرباب العمل لأنه وحد مثلا ما خدش حقوقه كاملة حد تنصب عليه الحاجات دي المنصة زي ممكن تعالجها وتوفر بيئة جيدة للعمل لعمال غير المنتظمين طيب هي المنصة الحقيقة العمل فيها على مراحل يعني احنا المرحلة الأولى حاليا اللي احنا حاليا بنجربها في اسكندرية وحضرتك كنت سألتني ليه اسكندرية اسكندرية هو معالي الوزير اللي اختار محافظة اسكندرية لأنه كان مطروح أكتر من محافظة وكان الهدف إن أنا أعمل تجربة فعلية يعني أنا عايز محافظة فيها كسافة عشان أقدر أقيم البرنامج تجربة فعلية مش عايز محافظة كسافتها قليلة وكسافت العمالة فيها قليلة وكسافت المشروعات فيها قليلة فانزل بالبرنامج كتجربة فلاقي برنامج تمام شغال زي الفل لا أنا عايز محافظة فيها كم عدد عمليات كبير يبقى بالفعل أنا بقيم التجربة تقييم فعلي فعشان كده احنا اخترنا محافظة اسكندرية لأنها من المحافظات ذات الكسافة العالية في المشاريع وفي المناطق الصناعية وفي تسجيل العمالة كمان دي النقطة بس لحضرك سألت فيها بالنسبة للمراحل احنا حاليا في المرحلة الأولى اللي هي مرحلة تسجيل العمالة والإفادة اللي هي أن يطلع للمقاول أو صاحب العمل ده QR كود ياخده لجهة إسناده اللي هي موقفة مستحقاته حينما يجي لها إفادة أنه آه دفع اللي علي فدي المرحلة الأولى طبعا في مراحل تانية المرحلة اللي بعد كده أن العامل يترفع برضو المنح بتاعته أو المستنرات الخاصة بالرعايات برضو إلكتروني سواء عن طريقه أو عن طريق الشركة اللي هو مسجل فيها المراحل التانية برضو هتعالج الحاجات اللي حضرتك طرحتها حاليا لكن هل إحنا حاليا ما بنعليكش النزاعات؟ لا طمام بتتعالج بس بتتعالج عن طريق مكتب العمل وعن طريق إدارة علاقات العمل أي نزاع بينشأ ما بين صاحب عمل وعامل في إدارات مختصة في مكتب العمل في مكتب العمل يا فندي في إدارة علاقات العمل ويحط شكوى في إدارة علاقات العمل المختصة وفي إدارة مركزية طبعا في الوزارة العامل من حقه أنه يرفع شكويته وبيتم بحثها والتحقيق فيها وإذا تم حل الموضوع بالشكل الودي تمام وإذا ما تمش بيحب تحل المحكمة طيب يعني برضو عشان نكون وقعي يعني احنا عارفين أن العمالها غير منتظمة أو هذه الفئة يعني خلينا نقول أن هي غير ملمة بشكل كافي بوسائل التكنولوجيا اللي تقدر من خلال نهوية تقدم لحضراتك حتى من خلال المنصة عشان يقول أنه فيه ظروف مكحفة تعرض لها أو أنه لم يتلقى حقوق أو ما إلى ذلك أيا كان الوضع هل فيه من خلال حضراتك مثلا يعني حدريك قلتين أن بالفعل بيبقى فيه جوالات ميدانية عشان تتأكدوا من المعلومات اللي أقدمها المقاول لكن هل بيكون فيه قلية متابعة بلاش نقول مرأب متابعة حتى لظروف العمل البيئة اللي العمال بيتحطوا فيها أثناء العمل أيوة طبعا بص حدريك ده بيقى بشكل دائم وشكل دوري يعني بيقى بعمل زي هو ده شغله يعني إحنا عندنا تفتيش عمل وعندنا سلامة وصحة مهنية شغل مفتش تفتيش العمل الميدان هو اسمه تفتيش ميداني هو شغلته في الشارع هو بينزل المشاريع دي يتأكد من تطبيق مواد قانون العمل اللي هي إيه الأجر بياخد أجر ولا لأ ظروف المعيشة التنقلات هو ده شغله إنه بينزل موقع العمل يتأكد من إن العامل ده بيطبق عليه قانون العمل أو بيحظى بالمميزات اللي ليه الأجر بتاعه خده الساعات العمل بتاعته ما بيشتغلش أكتر منها الانتقلات المعيشة كذلك السلامة والصحة المهنية بينزل برضو مواقع العمل لشان يتأكد إن العمل ده مؤمن هل السيفتي بتاعه موجود هل ما بيتعرضش لمخاطر ولو فيه أي تجوزات من صاحب العمل بيتعامل إنذاراته بيتعامل محاضر يعني مش متسابة كده لأهواء أصحاب الأعمال يعملوا لهم عايزين وفيه قانون بيحكمنا جميعا طبعا كلام مهم جدا أستاذ الشامعة بنشكر حضرتك على كل التفاصيل خاصة إنه قطاع العمالة غير منتظمة أو ما يعرف بالاقتصاد غير الرسمي أو الاقتصاد الموازي بيوثل نسبة كبيرة جدا محتاجة تقنين ومحتاجة كمان متابعة مستمرة لأوضاع من يعمل تحت في القطاعات غير المنتظمة بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات الأستاذ الشامعة عبدالله مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل صباح الخير على حضرتك نورتي شكرا لحضرتك